أجرى محافظ كربلاء والأمين العام للعتبة العباسية المقدسة وعدد من أعضاء مجلس إدارتها ورأساء أقسامها وممثل عن دائرة صحة المحافظة جولة ميدانية لمشروع مجمع أقسام العتبة المطهرة الذي سيحتوي على مركز للرعاية الصحية الأولية يقدم خدماته للزاهرين ولأهالي المدينة الآن نحن في زيارة إلى مجمع مهم هو مجمع الإداري لأقسام العتبة العباسية وهذا فرشي جدا ممتاز أن تجتمع الأقسام الإدارية في منطقة بعيدة عن منطقة الزيارة في منطقة إدارية مهمة لإكمال الأعمال وشفنا طبعا الدقة في التنفيذ والدقة كذلك حتى في إدارة هذا المشروع ما وجدنا لافت في هذا المشروع والمشاريع السواها أهمية لمشاريع الصحة مشاريع الرعاية الصحية للمواطنين حقيقة مشاريع العتبة بتوجيهها سمحت السيد النتولي وقيادة العتبة وكوادرها أصبح فيها بعد استراتيجي أي مشروع ينجز يخدم العتبة ويخدم أيضا المجتمع أو المنطقة التي تواجد فيها المشروع جولة تفقدية جاءت للإطلاع على آخر ما وصلت إليه أعمال المشروع الذي نفذه ملاكات قسم الصيانة الهندسية في العتبة المقدسة والذي وصل إلى المراحل النهائية من دخوله للخدمة هذا المجمع أو المركز الصحي هو مركز الرعاية الصحية أولية ابتداء كما أسلم في السيد المحافظ ويستخدم ممكن إلى في الزيارات المليونية وطبعا مكان استراتيجي ومهم جدا في داخل المدينة القديمة نحتاج كنا في هذه المنطقة أن يكون هناك مركز صحي حتى يغطي كل أعداد الزائرين في المدينة القديمة مجمع أقسام العتبة المقدسة سيكون مجمعا الموذجيا من جميع نواحيه التصميمية والتنفيذية بما يتلاءم مع أقسام التي ستشغلها ويوافق متطلباتها